طيب هل لهم حجة الآن اللي يتأولون بأمور مسلم فيها؟ بل ذات الأمور مستحدة زيال دولة منارية الذي يتأول فيما مستحدثة إنه نقسمهم ما نعطيهم قسما واحدة ونفرق بين شخص له علم وله السدلال ويأتي بشبة قوية وادلة ونعلم أنه مجتهد وبين شخص أصلا ما يهمهم فيه دليل أو ما فيه دليل هو سيعمل سيعمل هو مقدم مقدم هذا الأمر الأول ومهم هذا شرط أساسي في المسألة الأمر الثاني بنسأل أمور الحادثة حين نظر مثلا بالبرلمانات الاشكالية في البرلمانات ليست قضية تريد أن تصلح القضية أنك تشارك وما فيه بوادر تغيير اللهم قد تخفف الضرر ونحن نعرف أنه أعظم ضرر ما هو الشرك فماده ما هو تخفيف الضرر أن تتمارس هذا الشرك ما هو تخفيف الضرر أن تمارس هذا الشرك إضافة لذلك يريد أن تخفيف الضرر يؤلم براءته من الطاوت حتى نعلم فعلا أنه له إجفهاد أما الشخص ما يعلم براءته من الطاوت كيف نعلم أنه مجتهد يعني شخص مثلا يضع السلطة تحت إرادة الشعب يقول يريد أن أصلح طيب الشعب هو ما يدريك أنك تريد أن تصلح وأنت ما تعلن أن الإسلام هو الخيار الأول ولا تعلن البراءة من الطاوت وبمعنى لو أراد الشعب الحكم بغير ما أنذر الله هل ستعلن براءتك من الطاوت الذي هو شرط لا إله إلا الله إذا ما أعلن هذا إذا نفهم منه أنه ما كان يريد الأصلاح ومن الأصل ما عنده براءة من ولا عداوة للطواغيت والله جل على الله فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعورة والإذقاء والرسل من أوله إلى آخر نبعث بالكفر بالطاوت كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن نعبد الله واجتربوا الطاوت والطاوت كما قال ابن القيب هو ما تجاوز بالعبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع ينبغي يقيد هذا نزيد لفظة للتقييد أن هذا التعريف جامع لكنه ليس بمانع نزيد نقول مما يناقض أصل الإيمان حين إذن يكون التعريف جامعا مانعا حين إذن يكون التعريف جامعا مانعا فعلا هذا لابد من البراءة ولابد من ظهار الإسلام بمظهر العزة بمظهر القوة بمظهر الشجاعة فلنحن لا نستخفي بديننا ولا بعقائدنا ثم ما هو هذا الإصلاح ستصلحه يعني هذا هو إصلاح الاقتصاد يعني تصلح معيشة الناس وهم باقون على الكبار وعلى الشرك وعلى الموبقات والنواغض لنحن نعرف أنه ما ينفع شيء مع الشرك يعني عمل تصلح ما ينفع مع الشرك كما قال الله جل على وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة بالتالي التأويل أو كرر لا يسوق في كل مسألة وإذا قبل من شخص ما يعني قبوله من شخص آخر ونفرق بين عالم له علمه له استدلاله له شبهة كما قال من حاج الفتح حيث يكون التأويل المقبول يقول له وجه في العلم ووجه في اللغة له وجه في العلم يعني ما أدل له يسعد بأدلة ما هو بيأتي عن فراغ وأيضا شرطا لا يرتكب ناقضا لبعض الناس يعني التأويل يكون في المسألة هذه تخطي فيها لكن برلمان أن تخطي مثلا في الدخول برلمات هذا خطأ قد نغتفره لمن له علم لكن كيف نغتفر حين يقول أمرا آخر أنا احتمي رادة الشعب ولا أراد الحكم بغير ما أنزو الله هذا ما في تأويل هذا الأول اغتفر للتأويل أن تشارك لك الثاني كيف يغتفر الثاني ما هو التأويل له وأنا كفر بالطاغوثة الذي أمر الله جل على بي وفرضه على كل الأمة فرضه على كل العباد ثم يضماني المصلحة لتحقيقها للأمة مع وجود هذه الكبائر ترجمة نانسي قنقر